دروا على الحساب يلا كورا على منصة X والنهاردة كان بيكلموا على حالة وسام أبو علي والخبر اللي كنت بتكلم فيه من شوية الخبر بيقول التحسن وأشعة يلا كورا يكشف مستجداد إصابة وسام أبو علي تفاصيل الخبر إن وسام أبو علي هيقضى على أشعة جديدة خلال ساعات لتحديد موقفه من الإصابة المصدر في تصرحاته يلا كورا قال إن فيه تحسن في حالة اللعب وإن اللعب هيقضى على أشعة لتحديد موقفه موعد نزوله للتدريبات والكلام اللي بتقلن الأشعة هتتعمل عشان تحسن موقف اللعب وصفره إلى جوهانسبرج عشان مباراة أورلاندو بايرتس يوم 7 ديسمبر وسام على المستوى الشخص بيرغب بالتواجد والمشاركة وحالين بيأخذ برنامج تأهيلي مكسف ولكن حتى إذا كان ضمن البعثة فإن السويسري مارسي الكولر لن يجازف بتواجده في تلك المباراة أو في تلك الرحلة معني ما اختلفاش كتير أو الخبر ما اختلفش كتير على اللي قلته من شوية معاكم بخصوص وسام أبو علي نروح للقاهرة 24 واللي قالوا أن النهاردة فيه اتفاق مبدئي وأن الأهل يتوصل الاتفاق مع رامي ربيعة لتجديد تعاقده مع النادي الأهل لمدة موسمين طبعا شايفين الخبر قدامكم على الشاشة الأهل يتوصل الاتفاق مع رامي ربيعة لتجديد تعاقده مدافع الأهل ينهي تعاقده أو العقد بتاعه ينتهي في يونيو المقبل يعني بعد حوالي ست سبع شهور ربيعة سيوقع العقد الجديد خلال الفترة المقبلة مدة التعاقد هتكون موسمين حتى صيف عشرين سبع وعشرين الأهل يضع ربيعة ضمن الفئة الأولى في الرواتب وأحد كباتن الأهل على فكرة يعني ربيعة ليه مشوار طويل جدا مع النادي الأهلي والإعلان الرسمي سيكون فور الإتمام التعاقد وحسم الاتفاق وتوقيع العقود مع مدافع النادي الأهلي عموما هنعلن ده بالتأكيد بشكل رسمي وقت ما يكون الخبر مؤكد ومعلن من قبل الكابتن محمد رمضان المزير الرياضي للنادي الأهلي واللي بالتأكيد بندعمه في كافة قراراته وفي كافة مواقفه الأخيرة مع عناصر الفريق من أجل ضبط العمل عشان المرحلة الجاية مرحلة مهمة جدا فكل التوفيق للكابتن محمد رمضان ولأسرة الجهاز الفن واللعابين في الفترة اللي جاي حاجة حساب كورا بلس على منصة اكسي سأل سؤال متى يكون استاد القاهرة الدولي جاهز لاستقبال مباريات الأهلي مصدر بيقول رغم استقبال مبارتها الأهلي والزمانك في إفريقيا اللي أن أعمال الصيانة لم تنتهي بعد في استاد القاهرة ونحتاج إلى قرابة الأسبوع لكي يعود الملعب لاستقبال المباريات بشكل طبيعي ده إجابة على السؤال اللي طرحته في البداية هو نقل المباراة كان بناء على طلب نادي البنك الأهلي ولا طلب إدارة الأستاد النهاردة كورا بلس أجاب على السؤال أن الملعب لسه قدامه أسبوع على الصيانة على ما تنتهي وبالتالي مش هينفع يستقب المباريات ولكن المباريات الإفريقية لها وضع مختلف لإنتقب لها بإسبوعين بتختر الكعف والفريق اللي هيجي يلعبك عارف أن يلعب في استاد القاهرة ورغم أن فريق استاد أبيتجان ما اتمرنش على استاد القاهرة واتمرن في استاد السلام نتيجة ظروف الملعب ولكن كان لابد وحتما استاد القاهرة يستطيع في مباراتها الأهلي يوم السلساء والزمالك يوم اللاربة والمبارات لعبت على استاد القاهرة ولكن من إجابة مصدر في الاستاد هيئة الاستاد من خلال كورا بلس نقدر نقول أن نقل المباراة حتى الآن من خلال هذه التصرحات بسبب أعمال الصيانة اللي لسه قدامها أسبوع في استاد القاهرة دي كانت أبرز الأخبار والموضوعات اللي شفناها في السوشيال ميديا عشان النهاردة نتناولها ونتناقش ونقول لكم الحقيقة فيها خلال الفترة اللي جاية دلوقتي موعدنا مع الفقرة الحوارية واللي هي نورنا وإنشاراتنا فيها دكتور أحمد فوزي مدرب حراس مرمى منتخب الناشئين مواريد 2008 والحائز مع منتخب مصر على بطولة تتصفيات شمال إفريقيا المؤهلة لنهايات كأس الأمم واللي إن شاء الله بإذن الله تكون مؤهلة لنهايات تكأس العالم تحت 17 سنة فاصل وكابتن أحمد فوزي نورنا في الفقرة الحوارية أسئلة وتفاصيل وموضوعات وكواليس كتير أنا أعرفها النهاردة منه من خلال برنامج التريند